طبعا دكتور يوسف انتبهت للفكرة التي يعيدها الأستاذ عبد المسيح طرحها سابقا والآن أعادها بموضوع أنه أصن أوكرانيا أرض روسية وبوتين له الحق باستعادة هذه الأراضي أراضي الإمبراطورية وناقشناه المرة الماضي بموضوع أنه الخلافة العثمانية وتركية على هالأساس فيها تعمل استفتاءات والضم أراضي شاسعة لكن فيما طرحه أنه روسيا حتى بعد تدمير الآن جزء من جسر القرم هي ليست واقعة في ورطة أو مستنقع أوكراني تتفق معه في هذا؟ طبعا روسيا لا تستنزف الآن في أوكرانيا؟ هي تستنزف ولكن يعني القضية روسيا الآن تعالي أعطيك المهمة جدا الآن ما يحدث هو العنجهية الروسية ما كسرت في أوكرانيا؟ لم تكسر حتى بضربة الجسر كلها الاحتياطات الأمنية عادي لم تكسر كلا يا سيدي كلا يا سيدي هذا يحصل في أي مكان وأنا أتفق مع كلام ضيفك مئة بالمئة وأشكره على هذا التصور والتحليل لأنه أتطابق وهو قليل من من يعتقدون بهذا التحليل روسيا يا سيدي لا يجب عذب الاستهانة بها أولا ثانيا روسيا إذا الآن ما يتم هو عملية استفزازية ثالثا ما تقوم به أوكرانيا هي عبارة عن حركات جنونية هذه ليست حرب ما مع تفجير جسر القرم يعني ما قيمة تفجير جسر القرم أمام الأراضي والماطق التي تم احتلالها وضمها إلى روسيا هذا عبارة عن عملية استفزازية كبيرة جدا لجرها إلى مواجهات يخطط لها طيب ماذا قال بوتين أمس وأول أمس قال نحن سنتأكد بس مش معقول موضوع تبسيط تفجير الجسر إلى هذه الدولة يا دكتور يا سيدي هذا التفجير كل ردود لأفعال التي نسمعها الآن وكل الاحتياطات الأمنية السابقة وحتى كلام بوتين واعتباره لجسر أيقونة روسية هيك صار تفجيره أن يشغل عبير يعني أقل أهمية من إغراق البارجة الروسية لا رمزيا كمان موسكو فاله رمزية نعم نعم ولكن القضية هنا أكثر من ذلك بكثير دعنا أوضح النقطة هنا طيب يا سيدي هناك من يريد صب الزيت على النار إشعال الحرب أكثر قضية هذه المناوشات والحرب البرية لا تكفي وبالتالي كان طب ما هو الاستهداف كيف تم استهدافه بشاحنة محملة بمفجرات أرأيك هذه عملية عسكرية ناجحة لا قيمة لها لا قيمة لها صرح الكريملين وبوتين بأنه سيتم تأهيل الجسر مرة أخرى وصرح بأن خط سكك الحديد لم يتعرض لأخطار مدمرة وبالتالي القضية تم تضخيمها أكبر من حجمها لماذا؟ لجر الروس إلى أن يكون هناك استفزازات حقيقية التهديدات النووية تؤدي إلى عملية عسكرية استباقية من الغرب تقول الروسيا الآن تستعد لإطلاق صواريخ نووية وبالتالي يجب علينا أن نقوم بضربها أو ربما أن تقوم بضربها هذا هو المخطط هذا أولا ثانيا رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي قبل ثانيا الروسي يقول هناك روس دعمتهم استخبارات دول أجنبية متورطون في تفجير جسر القرم هذا قبل قليل يعلنه يعني كمان هناك اختراق أمني لعناصر روسية في الداخل الروسي اختراق للعمق الروسي نعم عملية معقدة عملية كبيرة القضية ما نتائجها يا سيدي القضية لا تنظر إلى تعقيد العملية بقدر ما هي النتائج المرجوة العملية العسكرية إذا ما كانت محسومة النتائج فهي تعتبر كالفية وبالتالي أنا أرى بهذه العملية أنها عملية غير محسومة النتائج لأنها لم تعطي ماذا أعطت طب للأوكرانيين؟ طب فجروا الجسر طب ماذا أعطت لهم؟ القضية ليس أنها نجحوا في اختراق الأمن طب هذا القلام لا يعطي نتائج النتائج هي المهمة على الأرض هذا أولا ثانيا نقطة مهمة يا سيدي الآن بوتين صرح اليوم بأنه سيقوم بالاجتماع الأمني لمجلس الأمن القومي الروسي غدا وسيعلن قرارات هامة غدا بناء على التفجيرات التي تمت في القرن وهذا سيكون رد على الجميع أن يسمح هكذا قال الذي ناطق الرسمي باسم الكريملين أو باسم بوتين قال سيكون ردنا غدا نسمحه الجميع طيب هذا منعنا أن هنا تخطيط منعنا أن هناك سيكون تحضير لأمر ما هذا ما يخطط له إن الأمر الذي يدعو المجلس الأمن القومي للاجتماع له أمر جلل يا دكتور القضية ليس أمر جلل القضية هو هجوم هجوم كبير الدخول إلى توسيع القرن بده يجتمع ويرود سنناقش كيف يمكن أن يرود بوتين نعم بس أنا حاول أن أفهم منك ومن الأستاذ عبد المسيح هذا التبسيط لموضوع استهداف جسر القرن بناء على ماذا يا سيدي استهداف المنشآت البنية التحتية كجسور وقطرق هذا ليس له الآن قيمة حقيقية على أرض المعارك لو استهدف قاعدة عسكرية لو استهدف ثكالات جيش القضية هنا ليست هنا ما هي النتيجة لم يحصل على ثكالات نتيجة